الامراض مرتبطة جدا بعملية نقل الدم الخاطئ بالنسبة للابي او هيحصل هيموليتك ترانسفيوجن ريكشن تفاعل جاي من نقل ترانسفيوجن خاطئ يؤدي الى تكسير في خلايا الدم الحمراء هيموليتك ترانسفيوجن ريكشن سببه مسماتش ترانسفيوجن اختارنا اختيار خطأ لان دم خطأ بالتالي هيحصل هيموليتك ترانسفيوجن ممكن يؤدي الى الوفاة طيب المرض الثاني المرتبط بالابي او هو هيموليتك ديسيز اوف نيوبورن بنوع عليه اتش دي اين اتش دي اين هيموليتك ديسيز اوف نيوبورن الفيتس الجنين فاصلته ا او بي والام المرض فاصلتها او الجهاز المناعي بتاع الاوم يكون اجسام مضادة على طول انتي ا او انتي بي لان البلاسنتا بيعدي منها فصائل فاصيله بتاعت الجنين الاربسيز بتاعت الجنين بتاعدي الجهاز المناعي يعرفها على طول انها غريبة ا ا ا انتشن او بي انتشن غريبة عليهم يكون له ANTI-A أو ANTI-B ويرجع ويعدي من بلاسنتا في الجنين ويكسر في الخلايا الجنين A-ANCHEN والB-ANCHEN يحصل هيموليسس بس الهيموليسس هنا إكستراباسكور يتم فيه الاسبرين والليبر بمساعدة الماكروفاش يحصل فاجوسايتوز الحاجة الثالثة Medioclegal Significance وكلمنا عليها قبل كده في الجرائم الفصيلة مهمة جدا في تحديد المجرم الارتكب الجنين والفصيلة ممكن تكون نقدر نحددها عن طريق الدم طب لو ما فيش دم بتحاول ندور على secretions لان احنا قلنا ان ABO ممكن تكون موجودة في secretions لو هو عنده secretor gene الSE gene كمان مش بس الجرائم ده اختبارات الابوة والبنوة اللي هو ادعاء ان ده ابن الشخص ده برضو بنعمل الاختبار بتاع الابوة والبنوة بالفصائل بتاع الاب والام والجنين وغالبا هنا الفينوطايب بلاس جينوطايب مهم جدا الجينوطايب يا جماعة اساس في شغل البترنتي تستس organ transplantation الابو من حاجات المهمة جدا ان احنا نعمل توافق بين المتبرع وبين اللي حياخد اللي ايه الارجن اللي هو العضو اللي حيتنقل زراعة الاعضاء نقل الاعضاء وإلا يحصل زي ما قلنا hemolytic transfusion reaction وبالتالي ده ممكن يعني مشاكل للشخص اللي هو اتنقله الاورجن ده ويحصل رافض اشتركوا في القناة